اهلا بيكم فيديو جديد اه والتوقعات العاطفية لمواليد برج الجد هنقول توقعات عاطفية بشكل عين بكل فئات البرج اه اه اللي هي تشمل العازبين والمنفطلين والتزاودين كل حاجة لكن العازبين بعد ما نخلص قراءة هنقول كمان لوحدهم اه هم ممكن ايه كن نستنيم او ايه الفرص اللي قدامهم اه في الفترة اللي جاية ان شاء الله هبدأ بالطاقة بتاعتك يا برج الجدي اه طاقتك انا شايفتك متألم جدا يعني طاقتك فيها الم فيها فيها اه بعضكم ممكن تعرض لخيانة او خدايا اه شايفة اه للبعض في علاقة سلسية ممكن تكون بسبب اهل او بسبب اه طرف عاطفي اه لكن انا شايفة في طاقتك فيه الم يا برج الجدي اه فيه فيه صبر كبير قوي عندك وفيه انتظار عندك طاقة انتظار وفيه شخص انت عينك عليه او بيبص عليه لحد وقتي وبترقبه مستني تعرف عنه اخبار او هو ممكن كمان اقول انت في نظرتك لي انت صعبان عليك منه جدا للبعض ممكن تكون اكتشفت علاقة سلسية للبعض ممكن يكون اي نوع من انواع الجروح او الحق او او المشكلة او المعانية اللي سببها لك الشخص ده اه اللي هي حاجة انت ما كنتش منتظرها يعني انت زرعت حاجة وحصدت حاجة غيرها تماما فانت فيه عندك نظرة لوم عتاب اه للشخص ده انت ليه ردتها دي كده او ديت عملت معي كده او انا عملت معك ايه يعني انا شايفة فيه في نظرتك حاجة زي كده شوية اه برج برج الجدي ده في الطاقة بتاعتك كراءة طبعا لو ما انطبقتش عليك هتسمعها كلها يعني بنسبة ستين في المية فتبقى الكراءة مش ليك ممكن تسمعني في فيديو تاني او اه تسمع اي فيديو اللي برج الجدي في اي قناة اه في اي قناة تانية يعني. اه بالنسبة لطاقة الطرف التاني انا شايفة الطرف التاني بصف عليك جدا بيرقبت. اه شايفة في طرف تالت فعلا بالبعض الطرف التالت ده شخص من الام ممكن ام ممكن اقب. اه بس شايفة ام بشكل اكبر اه شايفة رفض كبير قوي من الام اه لكن الطرف التاني اه حذره قلقان وخايف وبص عليك وعايز يعرف انت حصل ايه معيك او بتعمل ايه اه بيرقبك بشكل كبير قوي وبيدور على طريقة اه الشخص ده يعني هو ما بين ان هو بيرقبك وما بين الطرف التالت وما بين انعزاله اه لانه الشخص ده ممكن تلاقيه كتير بينعزل لوحده اه في طريقة لان انتم اه تبقوا مع بعض او ان كم ترجعوا لبعض او ان لو في طرف تلك اه تحاولوا اه اه تتخلصوا من اه اه من افكاره او من او من يعني قراراته اللي مسيطرة على العلاقة اه لكن هنعرف برضو لو في طرف عاطفي موجود او اه او ما فيش. اه بالنسبة لتفكيره تجاهك او تجاه العلاقة انا شايفة الشخص ده يعني تفكيره فيك شايفك مجشع يعني شايفك حد آآ قوي حد عندك ابداعيك كتير حد شكلك كويس حد بتهتمي بنفسك لو انتو كنتم متزوجين فالشخص دوت مثلا ممكن يكون بيشوفك انت شخص كنتم مهتمي بيه مهتم باسرة آآ عندك آآ يعني هو مفتقدك بشكل كبير لان البعض المجشن في تفكيره شخص ده عنده طاقة تفكير وعنده طاقة تقنيب ضمير وتعبان جدا وحس ان هو بساعد حاجة غالية عليه آآ آآ يعني مش مرتاح ابدا في آآ في بعضكو عن بعض آآ للبعض ممكن يكون هو مش يسايبك او انت انتو يسبته يعني في حد ادى ظهره للعلاقة او كده وصاب لكن انا شايفة في تفكيره آآ يعني هو شايفك متقلم او هو متقلم انا شايفة هو متقلم آآ بشكل كبير قوي وشايفة ان هو آآ في تفكيره شايفة ان هو ممكن يكون آآ بيشوفك غامض او بيشوف في حاجة صعبة في العلاقة بعضكو اللي بعضكو العلاقة دي ممكن يكون فيها يتعمل فيها سحر آآ سحر تفريق لانا غير كده انا عندي الماجيشن مع الهاي بريسس انا شايف دول الاتنين ببعض كده آآ ممكن تكون دي طاقة سحر يعني طاقة سحر تفريق او حاجة زي كده يعني لو انتو كنتم متزوجين آآ ده هيكون للبعض طبع مش كلكم كل حد حدث بطاقته وحدث بنفسه هو في الحاجة دي او لأ آآ شايف في بعض بسبب الطاقة السلبية دي او بسبب تدخل آآ طرف تالت بعين كانت طريقة التدخل وبيفكر كتير قوي في ان هو ييجي او يتكلم او يقول لك عرض او حاجة زي كده لكن شايفه متردد جدا يعني مش قادر في الوقت الحالي لكن الشخص ده عنده حب ليك وعنده احترام كمان بيحترمك الشخص ده وآآ ولو هو كان دخل في علاقة آآ فالشخص ده آآ هقول لكم الاحتمال التاني ورده لو شخص ده كان دخل في علاقة ثلاثية وانت عرفته وانجرحته وقلبك واجعك وزعلان جدا وبتعبه وبتلومه في جوه نفتك فالشخص ده حلين لوحده والعلاقة اللي هو ممكن كان دخلها دي آآ رحى آآ بطريقة اللي هي الجذب او الجلب او الحاجات اللي هي ايه اللي زي دي يعني الطاقة الساحب مرحاش بقراطه يعني آآ دي حاجة تانية برضو جات على بري دلوقتي وانا شايفة شايفة القراءة فبردو كل حد يشوف السيناريو المنسب ليه آآ ده بالنسبة لتفكيره بالنسبة لمشاعره تجاهك او تجاه العلاقة آآ الشخص ده مشاعره هتفكر فيه على فكرة زي ما هو بيفكر فيك آآ في بينكو تواصل روحي آآ في آآ في مشاعر محتاج الشخص ده محتاج ان هو آآ يخرج من طاقة سلبية او يخرج من علاقة سلبية او من اي ان كان الوضع السلبي اللي هو فيه الشخص ده محتاج آآ استشفاء بشكل كبير وآآ وشايف كمان في مشاعره تجاهك آآ شايفك انك انت ابعادت عنه قوي او بقى ما يعرفش اخبارك آآ آآ بشكل دقيق آآ شايفك بعيد يعني ما بقيتش موجود في حياته هقول لكم الابراج والطاقات اللي موجودة في سرعة قبل منسة شايفة معك برج السور وبرج الاسد وبرج القوس وبرج السور اسد قوس آآ جوزاء آآ دن سراطات عزراء حمل آآ برج الجاذي ازايك برضو آآ دي الابراج اللي موجودة وبرج الحوت دي الابراج اللي موجودة ودي والطاقات اللي موجودة كل الطاقات موجودة معك في القراءة لكن انا بقى هقول لك ايه الطاقات اللي موجودة اكتر على اساس هي اللي بتكون غلبة على مشاعر الشخص او مشاعرك يعني طيب آآ في مشاعره زي ما قلت هروج من طاقة سلبية آآ شايفة كمان آآ فيه عنده حيرة آآ والحيرة دي نسبب باله ازمة ازمة في ان هو يتقدم للعلاقة دي او ان هو آآ يلاقي حل يعني فيه عند الشخص ده آآ ازمة في الوقت الحالي قوية جدا آآ فيه عنده حزن بسبب رحيل آآ مش عارسة ليه حتى برج الجاذي انك انت اللي سبته ومشيت بسبب اكتشاف حاجة برضو يعني لكن شايفك انت سبت الطرف ده ومشيت والشخص ده حزين جدا آآ وعنده ازمة في التواصل معيك او في ان هو يرجع لك او يتكلم او كده وعنده حيرة كبيرة قوي بين امرين ممكن بينك وبين اهلو او بينك وبين ايا كان الطرف التالت او بين ان هو يرجع او لأ آآ شايفة فيه اشتياء وحنين ليك بشكل كبير قوي آآ شايفة فيه آآ لو انتو بينكم اطفال شخص ده ممكن يكون مفتقل اطفال ولو انت لمعاك الاطفال فيه اشتياء كبير ليك كمان وفيه تفكير في الذكريات بشكل كبير وفيه الشخص ده يعد يدعي ربنا كتير قوي انكم تتقابلوا او انه آآ تكونوا مع بعض آآ شايفة كده بشكل كبير قوي وممكن كمان يستعين بحد آآ في انه يصلح العلاقة آآ ما بينكم لكن انا شايفة فيه فيه ازمة هو بيمغي بيا او فيه حاجة موقفة آآ في الوقت الحي آآ ده من ناحية آآ مشاعره آآ نويات جاهك او تجاه العلاقة انا شايف الشخص ده شايف انه آآ فيه حاجات كتير تهدت او انهارت بينكم آآ فيه آآ فيه كمان آآ ممكن يكون شايفك متجهله آآ او انك انت مثلا هديت كل حاجة وبواست كل حاجة وديت ظهرك آآ للعلاقة او للحياة او او لقيا كان الشكل الوضع اللي بينكم ديت ظهرك ليه وبعدت آآ ممكن يكون شايفك كده يعني او انت اكتشفت خيانة في عدية المعبد علفية او حاجة كده آآ شايفة كمان آآ في نوايا الشخص ده عايز يتكلم معيك عايز يجي ويتكلم معيك كلام يكون فيه صراحة وفيه وضوح شخص ده بيشوفك توقع مروح ليه آآ بيشوف ان هو مقدرش يستغنى عنك آآ بيشوف انك انت شخص المناسب لي آآ مفتقدك جدا في حياته فعايز يتكلم معيك آآ آآ بشكل صريح يعني عايز يكون فيه صراحة في الكلام ويكلمك ويحكي لك كل اللي حصل وكل الحقيقة ده لو السيناريو ده مناسب مناسب ليه كوي يعني آآ كمان شايفة في نوايا الشخص ده يعني آآ في حب كبير لك قوي وفي عايز معك استقرار عايز بعض عن طاقة سلبية او عن اشخاص سلبيين آآ آآ شايفة كمان آآ في آآ في سعلا عندكو طاقة سلبية آآ يعني كازت الموجود الشخص ده ممكن كمان هو بالاكتر آآ يا برج الزيدي اللي بيعاني من طاقة سلبية فيه عنده طاقة سلبية ولو هو سيبك وراح لطرف تالت فهو معي آآ مربوط بآ بطاقة آآ سلبية آآ هتلاقوا على القناة في فيديو بتاع آآ الفك الطاقة السلبية او التخلص منها او السحر آآ موجود ممكن تسمعوه هيفيدكو كتير آآ الشخص ده في عنده صراع داخلي ومشاكل كتير قوي ممكن يكون فيه مشاكل كمان مع الطرف التالت ده آآ ينكملين هو آآ شايفة فيه عنده ندم واحتاس بحصرة واحتاس بخسارة واحتاس بان هو فقد حاجات غلي عليه شايفة فيه عنده الاحتاس ده بشكل كبير قوي ومفتقدك جدا آآ وشايفه مقيد برضو يعني مقيد في حاجة مش عارف آآ يخرج من عنده افكار في علاقتكو انتو اللي اتنين جميلة آآ وعنده كلام عاوز يحكيه معيك وعاوز يقوله لك لكن الشخص ده مربوطه مش قادر آآ يعني هو مش قادر حاليا ولو انتو متزوجين وعايشين مع بعض فانتو هتحسوا انه فيه جمود او برود عاطفي بشكل كبير في العلاقة والشخص ده في عنده في جوه مشاعر كويسة ليك لكن هو في الوقت الحالي آآ مش قادر آآ مش قادر يعني يتكلم او عنها او كده يعني لكن هو في آآ وبيشوفك فرصة كمان يعني هو بيشوفك فرصة آآ صعب ان هو آآ يضيعها في الوقت الحالي او صعب ان هي تروح منه او تضيع منه آآ لبعضكم ممكن يكون الشخص ده بيمر بازمات مادية مسلا او كده آآ قال البعض مش نفس الشخص انا بكلمه يعني انا بقول كل الاحتمالات اللي ممكن تكون موجودة آآ في القراءة آآ ده لبعضكم طبعا لكن الشخص ده حاسس بندم وبخسارة وبتعب وبقليم وعنده كمان مشاعر حلوة يعني تناقب ده كمان في المشاعر هو تعبه يعني تعبه بشكل كبير آآ ده بالنسبة لنواياه آآ بالنسبة لخطوة القادمة الشخص ده ممكن يكون مسافر او فيه كان لكن المهم انكم انتم فيه بينكم آآ صفر بشكل كبير او ممكن يكون له بعضكم يعني آآ شايفة كمان للبعض آآ يعني في في خطوته القادمة ممكن هو يفكر في صفر او يفكر ان هو يبعد او يسافر آآ شايفة فيه آآ رفض من من حد فيكو للعرض او للعلاقة بسبب علاقة سلسية او بسبب طرف تالت او بسبب تدخل اشخاص سواء الطرف تالت ده حد من الاصحاب او اصدقاء حد من الاهل او او زوجة فيه رفض هيحصل شايفة فيه آآ لو الطرف التاني ده اللي انت بتعمل معي راجل يعني لو انت اللي تسمعني بنت من برج الجز فالطرف التاني ده ممكن يكون متزوج وممكن يكون في حياته آآ زوجة تانية فعلا والشخص ده متقلم والموضوع ده مسبب له حيرة كبيرة قوي ده ده سيناريو ممكن لو رفض من الاهل او كده فالشخص ده ممكن تكون انت جيت تتكلم معيه والشخص ده مش قادر ياخد قرار في الوقت الحالي آآ بسبب آآ رفض الاهل ده آآ شايفة فيه حيرة شايفة فيه مفترك طرق بشكل كبير آآ شايفة آآ شخص ده محتور لكن متمسك بيك ومستني حاجة تحصل كده من عند ربنا يعني هو مستني حاجة تحصل آآ فجأة آآ سوري لو فيه دوشة لو انتو بتسمعوا دوشة من البلكونة لان انا قاعدة جنب البلكونة فااا فسوري يعني لو انتو بتسمعوا اصوات ناس او دوشة او كده يعني آآ فشايفة الشخص ده مستني حاجة تحصل فجأة حاجة تحصل من عند ربنا آآ آآ وفيه بشرة على فكرة يعني فيه بشرة هتجيلكو ان شاء الله فيه حاجة ممكن آآ تحصل فعلا لان الشخص ده متقلم جدا بس انتم محتاجين لنقو آآ لازم تخرجوا منطقة آآ منطقة سلبية آآ بالنسبة لمصير العلاقة آآ انا شايفة في مصير العلاقة فيه فرصة كبيرة قوي مقدمة لكو يا برج الجزء فرصة كبيرة قوي بعد حيرة كبيرة بعضكم ممكن تكون كنت بتتعامل مع شخص البعض آآ شخص مسلا كان سيء اتباع او تصرفاته كتير مش كويسة او آآ بيتعامل معك بشكل آآ فيه خصة كده وناديلة ده للبعض منكو طبعا آآ وانت بتعمل بلقة على الشخص ده وبتبعد عنه تماما في الفترة اللي جاية انا شايفة ده بشكل كبير شخص انت حسيت ان هو هزمك او انتصر عليك بس بشكل مش لطيف يعني بشكل فيه آآ شوية خساسة او كده او ممكن تكون القراءة عكسية يعني آآ فانت شايفك عامل بلوق للشخص ده وشايفة فيه قدامك فرصة تانية وفيه قدامك عرض حب قوي جدا من شخص آآ فيه عنده نضوب كده فكري وعاطفي بشكل كبير الشخص ده آآ يعني ممكن اقولت انه من تلاتين لحد وانت طالع بقى آآ لكن هو مش اقل من تلاتين آآ ده استني بتيعه آآ وفرصة فيه فرصة عظيمة جدا مع الشخص ده ادري حاجة في حاجة تانية كمان آآ الشخص اللي انت معاه ممكن يكون بيرقبك وعايز يقدم لك فرصة آآ ممكن لبعضكم يكون في علاقة حب آآ صامت يعني زي الكراش كده يعني انت معجب بحد ومش عارف هو آآ بيحبك او لأ او معجب بيك او لأ فانا عايز اقول لك ان الشخص ده لو ده السيناريو يعني شخص ده هو كمان بيحبك وبيرقبك وفيه فرصة بينكو انتو اللي اتنين في كلام ممكن يحصل بينكو انتو اللي اتنين بس الشخص ده شوية عنده حيرة بسبب ان هو آآ ممكن يكون في حد تدخل بينكو او سمع عنك آآ كلام آآ ما يكونش لطيف يعني كلام وحش هو سمعه او بالعكس ممكن يكون ده حصل معاك انت انت اللي سمعت عنه كلام مش كويس او كده آآ لكن انا شايفة في فرصة كبيرة بينكو دي شايفها في مصير العلاقة لان انا عملت قراءة آآ بشكل عام لكل فئات البرج آآ بالنسبة للنصيحة قبل ما اروح اتكلم عن العزبين النصيحة بتاعتك آآ يعني آآ النصيحة بتاعتك انك تحب نفسك انت محتاج تحب نفسك اكتر محتاج تتميز نفسك او تكرم نفسك او انك تعرف انك تفتحق كل ما هو افضل آآ محتاج انك توازن كمان يعني توازن انت ممكن تكون عندك مشكلة في الاخذ والعطى يا برج الجدي ممكن تكون بتدي اكتر ممكن تكون بتاخد اكتر آآ آآ فخلي بالك في موضوع اخذ والعطى حاول تحب نفسك اكتر وتهتمي بيها وتميزها او تدللها آآ بحيث انك تلاقي اللي يعمل معك كده لكن ما تستنيش ده يحصل من برة الاول آآ بعد ما انت تكون آآ آآ هضرت صحتك او مالك او نفسك او عمرك او سنينك حاجات كتير اوي تكون عملتها وفي الاخر تستنى آآ مقابل من حد او حاجة من حد لا اعمل كده لنفسك الاول وبعد كده هتلاقي اللي قدامك بيتعامل معاك زي ما انت بتتعامل آآ بتتعامل مع نفسك دي انا شايفها بشكل كبير ولا بعضكو في النصيحة انت محتاج تفتشير حد آآ من اكبر منك او زاوي من زاوي الخبرة آآ في امور آآ تخص آآ مثلا الحياة العطفية او الزوجية او امور تخص الطاقة السلبية السحر والحاجات اللي زي كده لكن الحاجات دي ما تتكلمش فيها مع اي حد انت محتاج اشخاص آآ زاوي آآ خبرة يا برج الجازي بالنسبة للعازبين ايه جاي في حياتك انت العازبين انت كنت مربوط لفترة مقيد في علاقة وممكن لبعضكو كنت مقيد في علاقة ثلاثية برج الجازي وحاسس ان هي عبق عليك قوي وحمل ممكن تكون انت في علاقة وحبيت شخص تاني او انت حبيت شخص هو آآ قريدي في علاقة آآ الموضوع ده كان بالنسبة لك مسبب لك قزمة كبيرة قوي ممكن لحد الوقتي هو عندك ومسبب لك قزمة كبيرة قوي آآ آآ شايفة في عندك التشفاء بشكل كبير من من الوضع ده ومن الحمول الكثير اللي عندك ده انت كمان من يا برج الجازي من الشخصيات اللي بتيجي على نفسك قوي وبتضغط على نفسك وصحتك ومتعرفش تقول لأ آآ فانا عايزك في الفترة اللي جاية قول لأ بقى يعني قول لأ كتير كده والحاجة اللي ما تعرفش تعملها رفضها والحاجة اللي مش عايزها رفضها وخليك واثق في نفسك وانك هيجيلك احسن وانك هيجيلك افضل يعني علي ثقتك في نفسك بشكل كبير واحترامك لنفسك والانتك آآ هتحصل معاك حاجات كتير قوي فيه عندك فرصة عظيمة آآ فيه عندك تواصل روحي مع شخص وفيه عندك طاقة استشفاء بشكل كبير يا برج الجازي عندك فرصة كبيرة قوي سواء على المستوى المادي او على المستوى العاطفي او على المستوى العملي كمان بالنسبة اللي بيشتغله عندك قرارات حاسمة هتاخدها في الفترة اللي جاية بسبب قوة طاقة ايجابية آآ موجودة عندك وقرارات دي هتكون سليمة وعندك فيه شمس هتشرق في حياتك من اول وزديد آآ يا برج الجازي آآ شايفك لو مستني ارتباط انت محتاج تخرج من طاقة آآ سلبية محتاج كمان آآ محتاج استشفاء محتاج قاعدة تعد مع نفسك لكن انت فيه عندك فرصة كبيرة قوي للارتباط وفرصة كويسة موجودة عندك هناك عازبين وموجودة نفس الفرصة في مصير العلاقة آآ لبرج الجازي ودي تخصوكو كلكو طبعا وفيه عندك قرارات سليمة هتاخدها في الفترة الجاية آآ بعضوكو طبعا اللي مستني حمل او انجاب فيه حمل وفيه انجاب فيه سعادة الطفل سواء انت على مستوىك الشخصي او على آآ مستوى العائلي يعني سواء هتسمع في العيلة او انت نفسك تكون مستني حمل او انجاب آآ شايفة عندك حاجة ايجابية آآ كبيرة قوي جاية برج الجازي بس حاول تخرج نفسك من اي طاقة سلبية حاول تخرج نفسك لو انت فيه رافض حسيته من حد او من اهل حد او من الكلام ده كله فاااا انت انتك بتاخدها من نفسك مش من الاخرين آآ فخلي ده شوية ما يهمكش وكتسب الطاقة ايجابية كبيرة وترض الطاقة السلبية علشان ما تأثرش عليك او على حياتك او على قراراتك آآ في الفترة اللي جاية لان انت داخل على فترة كويسة وبتسيب ماضي سيء على فكرة فيه ماضي سيء انت كنت مقيد فيه آآ بتخرج منه آآ لحاجة افضل ان شاء الله ويا رب الكلام يكون بشرة خير وتتحقق تكون بالنسبة لكم آآ وكراه انتاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة